موسيقى الجمعة 11 شباط 2022 مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في ستوديو هو الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ روني ألفاء هلا وسهلا فيك بكم التأهيل زميلتنا العزيزة تسلم أسئلة كثيرة مطروحة ما بعرف قديش اليوم الناس هم تسمع أسئلة بالسياسة والحكومة هم الأجوبة تحصل على هذه الأجوبة ويمكن برح كان الجواب واضح طلع رئيس الحكومة وقالنا بنا نتحمل بعض علما أنه عم بتفتش الناس كيف نقدر نتحمل بعض نروع على السوبر ماركت على الكاس نقول له بليس بدك تتحملني ما قادر أدفع حق الغراض صاحب الموتور من قل له بدك تتحملني ومين المفروض يتحمل مين اليوم المواطن هو عليه أن يتحمل وزر فلاس دولي وسوق إدارة أم أنه على الدولة أنه اليوم تسعى بكل ما قطيت من قوة للوقوف إلى جانب هذا المواطن بيمكن أسوأ أزمة بعيشها بتاريخ المعاصر اليوم اللي عم نشوفه وبالوقت اللي بيّن أنه الإنقاذ يعني هو محصور فقط بي ما بعرف إذا هو نحنا اليوم نروح إلى إنقاذ الكرتال والمافيا ولمين هذا الإنقاذ سيد سوسا أنت رحت مجموعة كبيرة من الأسئلة بشكل مدفعية تقيلة بتعبر عن وجه عن ناقص مدفعية مدفعية تقيلة تقيلة لأنه أصبت الجرح المفتوح عند الناس يعني أنا سمعت رئيس الحكومة اللي بكنله على المستوى الشخصي احترام وتقدير إنما كمان ما قدر تحلل حقيقة شو عم بيقول بدنا نتحمل مع بعض يعني هو اللي عم بيتحمل هو المواطن المسؤول ما عم متحمل يعني أنا أول ما سمعت هالكلمة قلت أنا خليني أحضر الشمع لما نرجع على الشمع طبعا وخليني نوقف السليولار والاتصالات على فكرة أن الدولار الضريبة سيرفع إذا بدك فاتورة السليولار اللي عم تحكي فيه اللي كان معدلة نقول ستين دولار أي ما يقارب يعني مئة ألف أو مئة وعشت ألف لئرة كانت بعدها محمولة للناس على الأقل الاتصالات بده سير فاتورة السليولار على ستين دولار يعني على العشرين ألف تقريبا مليون ونص ليرة قد معاش أو أكتر من معاش اليوم يعني قد معاش الحد الأدنى على مرتين مية بالمية على مرتين هذه بلا ما نذكر أنه الموازنة شعطية هدايا مفخخة وأنا برأي تمس بكرامة الإنسان آه إلى هذه الدرجة أكيد فيه اليوم ماس بكرامة الإنسان اللبناني أكيد من خلال ماذا؟ يوم عم بقرأ ست سوسن التقديمات اللي أنا عطيت لأسازة التعليم السنة والمدارس على شرط أنه يعلموا أكتر من ثلاث حصص كليوم طيب أنه هدا اللي بيتكبد مشقة التنقل من بيته للمدرسة بس بيعلم حصتان ما بيطلع له بعدين بتاعته تقديمات ما بتفوتوها بصلب الراتب وما بتكون بصلب التعويضات شو عم تعملوه؟ ليه عم بيحاولونا إلى متكوينين؟ شو هيدا؟ هيدا؟ إنه هيدا السؤال بشكل أساسي تحويل الشعب اللبناني اللي كان منارة للحضارة وللسقافة وكان يعلم الكون كله السقافة صار اليوم شعب ناطر البطاقة التمويلية وعايش على الشمعة وما قادر يشتري مستلزمات حياته الأساسية مكرة دولار للجمركي إذا بدي يسير كمان على المنصة يمكن تصير أكتر من المنصة المنصة 20-21 ما منعرف أين تتغير بدأت تصير ثلاثين ثلاثون وعشرين وما كانت تب دولار الجمركي بدؤ يسير عند LOB TOME كيف تتعيشONA ما مسؤولية السلطة السياسية؟ يعني ماذا اقترفت أيدي هذه السلطة وأنا ما عندي حدا خاطبه إلا السلطة اللي أنا تشوفها قدامي هلأ وحد بيقول لي هايدي قبل بعشرين سنة وقبل بخمسة عشر سنة وقبل باثنى عشر سنة يا حبيبي هايدي هلأ قبل بيوم هايدي أنا بدي طعم ابني أنا بدي أخد بنتي على المستشفى أنا بدي أخد بي على الصيدلية هاودي بدك تخطبني فيون ما بنقدر نقول لبعضنا لازم نتحمل ما بيقدر بقى المواطن يتحمل بس قبل قالنا أنه ما فينا نعطيكم كهرباء بباليش ولا فينا نعطيكم اتصالات بباليش ومنفهم أنه مصريات كون بالمصارف بس بدنا نتحمل بعض طيب إذا قررنا ندفع اليوم الكهرباء اللي منا بباليش ولا اتصالات اللي منا بباليش من وين نجيب المصارف؟ وحتى لو قدرت ادفع ست سوسن حتى لو قدرت ادفع ببطاقة باللبناني أنا قدر ادفع اشتراك مولد 6 ملايين ليرة أو 7 ملايين ليرة على 7 أمبار أو 8 أمبار أو 10 أمبار أو حتى 5 أمبار اللي هي أقل أمبارات ما نقدر طيب ما أنا عم بشتغل عم بقبط باللبناني يا عمي ما عاش مدير العام بالدولة 7 ملايين 8 ملايين ليرة ما عادي يساوي بقى 60 دولار 70 دولار في مشكلة أساسية الحكومة لم تتصدى لها وهي تحسين الحياة الاستثمارية في الاقتصاد اللبناني ضخ الأموال يعني بدل ما المصرف المركز اليوم يضخ 20 30 مليون ليرة ليدعم سعر توحيد أو تثبيت سعر صرف الدولار على 20 ألف و 21 ألف يتفضل يشوف شو بده يعمل للطبقات الفقيرة قالوا لك عم نعمل بطاقة تمويلية وبيطلع وزير الشؤون الاجتماعي وبيعمل مؤتمر صحفي وكمان يعني دايما فيه كأنه فيه نوع من تربيح جميلة لهذا المواطن نحن عم نعمل لك بالوقت اللي هو يبحث عن شيء آخر مختلف تماما هو لا يريد أن يكون متسولا يعني بالدرجة الأولى اليوم أعطيه لبنان فرصة عمل كريمة لا بده بطاقة تمويلية ولا بده جميلة حدا هذا شعب عنده كرامته عنده عزة نفسه وبعدين عنده إبداعه عنده خلقه وإبداعه وخياله وإمكانياته وإراثته يوم صار عنده أمل واحد يمكنه هدف واحد يعني من الطراب بيعمل دهب اللبناني يعني من الطراب بيعمل دهب فتحوا له مجال يسافر مش قادر يسافر اليوم عم بقرأ على قصة مطار بيروت سوسع مش عم فيه نضوه مطار بيروت مبارح كيف شو كان الحديث أنه عشر ساعات شركة الكهرباء ونحن البقية من غطيهم ونحن منشيل ما فينا نوقف الرادارات ما فينا نوقف الإنارة على المدارج شو بنعمل؟ طيب وصلنا للدول اللبنانية اللي هازل الدرك من الاهتراء بس بحسب ما نقل عن الوزير أنه يعني عم بيخبر هذه الأمور كمانا ما كان فيه نوع من اهتمام لهيدا الشأن ريتا ما فيه فيه مشكلة هيدا قصة اللالالاند اللي كنا عم نحكي فيه عنه وياك تحت الهواء أنه أغلب المسؤولين عايشين بكوكب مختلف تماما يعني أين هو هذا الشعب اليوم اللي حضرتك عم بتتغنى بإذا بدك بأدواره على مر هذا التاريخ والله بدي أقولك شغلة بحزن أفقروا الشعب لدرجة ما عد عنده بقى الإرادة أنه يطلع من بيته فيه ناس جعانة فيه أمعاء خاوية نحن بس نحكي منفكروا العالم أنه عم نحكي بالتورية أو بصورة أدبية فيه أمعاء خاوية روحوا على المناطق روحوا شوفوا روحوا شوفوا بالبقع روحوا شوفوا بعكار روحوا شوفوا بترابلوس روحوا شوفوا حتى ببعض أماكن بضواحي بيروت شوفوا الناس شو عم تاكل وشو عم تعمل هلأ فيه ثقافة جديدة فيه ثقافة جديدة هي ثقافة النكيشة مافيا النكيشة سمعت عنها؟ شو يعني؟ علق مشكلة إحدى المشاكل بالبلد عودة النفايات للظهور من جديد أنه كان ياخدوا النفايات على الكارنتينا وبعضين اتفقوا مع بعضهم ياخدون على مكبش جديدة مكبش جديدة بس توصل الكاميونات بكترة بينطروها هونيك بسموها مافيا النكيشة شو يعني مافيا النكيشة؟ يعني ناس بيطبوا على هزبالي وبينكشفية كل ما يؤكل ويشرب أو يمكن أن يعاد تدويره أو أن يباع من جديد صاروا عندهم وظيفة اسمهم النكيشة وصاروا يشكلوا خطر أمنة على سائقي الشاحنات يلي عم بنزلوا هالنفايات وقفوا الشاحنات والشركات تنزيل النفايات صار في مشكلة نفايات بالبلد هلأ بنحل مشكلة النكيشة شو يعني مشكلة النكيشة؟ أنا عمقولها على سبيل هيكل مثل والتورية بس شو معناتها؟ معناتها أنه الناس صارت عم بتفتش بكترة جماعات في مستوى الهاتف مش فرادة جماعات أن تأكل من النفايات وتستفيد من بقايا الناس وبيوت الناس هون صرنا هيدا دليل على ماذا؟ وبعدنا نحنا عم نقول أنه إرادات الدولة وواردات وصادرات والتوازن والعجز بالموازنة يا عم كله هيدا صار مسبوق بالأساس أنا ما نشايف بكرة هلا أم نحكي فيها إذا بدك أنا ما نشايف أنه المجلس نيابي الكريم رح يتفق أو رح يدري يقر هذه الموازنة؟ هذه الموازنة؟ في صعوبة كبيرة اليوم؟ خصوصا بالطريقة أصلا اللي انطرحت فيها مبارح اللي بدون تصويت هاي التهريبة شو؟ شو وضع هذا السلوك؟ يعني بالوقت اللي بتسمع رسالة للأمم متحدة بتسمع عن جلسة بتتهرب فيها الموازنة بدون طرحة على التصويت بتتهرب التعيينات بهذه الطريقة هيدا شو؟ أنا أريد بتماعون كل يعني ما أحاط إذا بدك بهالجلسة الوزرية الشهيرة اللي بتستحق أنها تتوسق يمكن بالأدبيات السياسية في لبنان وعندي بعض الملاحظات كمراقب بتعرفيني أنا من متحيز وانتو بتستقبلوني حتى نحلل هايك سوا ونأخذ هايك أفاق واسعة هناك يعني وجهين بالموضوع الوجه الأول أن الثنائل الوطني واضح كان بشروط العودة إلى مجلس الوزراء وهو جدول أعمال من بند وحيد وهو الموازنة وبالتالي الاتفاق على أي شيء ممكن أن يطرق خارج الموازنة قبل طرحها على مجلس الوزراء وبالتالي اعتبر الثنائل الوطني أنه هيدا في أولوية لهموم الناس وفي أولوية لحاجات الناس وبالتالي نحن شعورا مننا بالمسؤولية بتعرف البيان الشهيري كان في بيان وضح هذا يعني بوقت هذا الموضوع اثنين فخامة الرئيس بقول فيه منعا لشغور الموقع العام وخاصة بالمجلس العسكري بالمجلس الأعلى وإلى آخرين إنما المشكلة وين المشكلة أنه النظام الطائفي اللي مركب في هذا البلد ينسحب على كل المؤسسات بدون أي استثناء وبالتالي كل قطب يمثل طائفة معينة في هذه السلطة المبنية على النظام المحاصصة بدون يحاول يحصل أكثر يعني عدد من الحقوق لحاله لحتى يكون عنده مكتسبات خاصة إنما يعود الجميع إلى الديمقراطية التوافقية هي نعمة ونأمة بزيت الوقت إنما فيه إلى وجه نعموي إذا صح التعبير اللي هي منرجع وانتفق مع بعضنا هلأ الرئيس بري مستق وانا قريب أكثر مستق من هذا الموضوع مستق جدا حسب أن نقل عنه صحيح لأنه ما حدا أخذ وهي خرقا للشروط اللي حدا تكفضت فيها وبعدها كان فيه جو إجابة بأول إذا بدك شقفة من التعيينات لما تم اقتراح اسم زياد نصري اللي هو بسكك الحديد ليكون مفوض للحكومة لدى مجلس الماء والأمار تم الإشادة فيه من قبل الثناء الوطني بعتقد يمكن من الوزير الوزير الأشغال إذا مني غلطان الوزير حمية علي حمية هلأ بعدين اتطورت الأمور بشكل عن جد هوليودي دراماتيكي هوليودي يعني كان فيها يمكن يمكن عم بقول لي أنه طريقة الطرفية بما فيها أنه اليوم رئيس الحكومي كان على غير يعني ما كان معه خبر في جدل حوض الموضوع إذا كان معه خبر أو ما معه خبر بس لأنه الرئيس مئاتي حسب ما أنا تبعت أنه قالت هل نحكي بالموضوع التعيينات بالجلسة المقبلة صحيح وحتى الرئيس عون بأول فترة قال ما في مشكلة ورجع غير رئيس قال الوزير الدفاع هو يلي اقترح الموضوع وبعدين مش الحال بعدين لا فرد مرة نقلب الجو وقال بدنا نصير بالأسماء بدون ما تشوفوها بدون ما نتفق عليها أعتقد أنا أنه الحل أين بيكون الحال يمكن يكون أسهل مما نحنا نتصور لأنه عطول كمان نحنا نسقط على هذا النظام موبقات شوي مبالغ فيها وبالنهي لم يفر أنه هالأقطاب بقلب هالنظام يرجع يؤضوا مع بعضهم يتوفقوا مع بعضهم وهذا المطلوب الآن من حكاس أوسن الثلاثة في تعيين نائب رئيس لجهاز أمن الدولة وطلب فخامة الرئيس من الوزراء الشيعة أن يقدموا الإسلام يتوفقوا عليه لحتى نمشي الأمور وبعتقد أنا أنه من بعد هالعرقلي أكيد رح يرجع يؤضوا مع بعضهم إيه بس استاذروني بتعتقد أنه بعد جلسة مبارح والجو الصاخب والسخونة والحماوة هيك ما حيكون إليها ارتداداتها خصوصا أنه اليوم عم نقال أنه وزير الماليهي لم يوقع على مرسيم التعيينات ما عندها ارتداداتها وقد لا يوقع وهذا سيعرق للأمور مع أنها مشاكل كان سابقة بهذا الموضوع عندنا ترقيات الـ 94 للضباط عندنا مشكلة بالتعيينات بتاريخ لبنان مش بتاريخ الجمهورية الثانية يعني ما أنا شغلة بتتعلق بس بعهد الرئيس عون مشانيك أنا عم قول أنه ما في مفر غير بالنهاية يقعدوا مع بعضهم يمكن وزير الماليهي ما يوقع ما في مشكلة يمكن ما يوقع بس ما فيه ما يوقع إلى الأبد رح يعملوا تسوية مع بعضهم يجحوا يقعدوا مع بعضهم ويتفقوا مع بعضهم أنه كان لازم نعمل هيك طب ليه ما اتفقوا قبل يعني ليه ما صار هذا الاتفاق والتوافق وكان هيك يخففه شوي كنت عم بقلك بداية الحديث هذا النظام الطائفي ينحو بنا يجنح بنا جميعا أنه نحصل حقوق نعتبرها مكاسب شخصية لألنا ونرجع ونكتشف بعدين أنه هو ينحو بنا والله نحن صرنا كمان يعني عم نحمله أكتر ما هو النظام ما هو النظام عطالنا لوسته يعني آخر شي صار فيه جموح عند البعض مزبوط ما قادرين مزبوط 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 هذا بتتعلق بالأطباع الشخصية إنما دائما النظام إذا بدك يتغلب على الطبع الشخصي ويلزم دليك شغله الرئيس عون لما كان رئيس حكومة انتقلية بأواخر تمانينات كان تقريبا سواد الأعظم من الشعب اللبناني من كل الطوايف معه ومع طروحاته وإلى آخرين لما خرج عن التسوية لفظ لفظ طلع عليه الطيران هدم لأسر الجمهوري فلع فرنسا قعد 15 سنة 11 سنة يعني قرر خروج من المعادلة عفوا 15 سنة صحيح أخرج نفسه من المعادلة وأنا بعتاد الرئيس عون كمان بتجربته الصاخبة والمليئة والغنية اكتسب كمان خبرة بقيادة هذا النظام بمحل ما يجنح لأنه النظام يفترض ذلك للأسف الشديد وبيرجع هالنظام نفسه بيرجع بدجن من حاول أن يستغل له برأيك استطاع هذا النظام التجيين بمطرح من المطارح ولا لا إذا بنرجع هلأ إلى سنوات العهد كلها يعني وخلال فترة الرئاسة بنشوف أنه ما قدر يعني ما حدا قدر يمكن يدجن الآخر بمطرح من المطارح لا نظام تغير ورحنا إلى هذا الطريح ولا إذا بدك هذا الجموح شفنا أنه عم يلجم بالطريقة اللي عم يقدر يستوعبها باقي الأطراف دايما في مشكلة أساسية عم بتصير وعم نصطدم فيها يعني وخصوصا أنه البعض يعتبر أنه هناك من يريد اختزال حتى ولو كنا تحت يعني إذا بدك عنوان الطائفة ولكن من يريد اختزال كل الطائفة فهون تكمن المشكلة ولا بعد في أكثر من هكذا هذا الجزء من المشكلة سوصا أكيد هذا الجزء من المشكلة يعني لما الطبع الشخصي بحاول أنه يستغل هذا النظام إلى آخر إلى آخر حدود بيصير عم بيوصل على حدود الآخر لما بيوصل على حدود الآخر بيصطدم بيصطدم معه الآخر لما الآخر اللي بيعرف حدود الصلاحيات يلي هذا النظام المقيت بيعطيه إياها وبيعرف يلعب ضمن هذه الأقل توازنات والتوازنات يمتلك ما يكفي من الذكاء ومن الفطنة البديهية ومن الاعتدال ومن التوازن وكمان ما نهامش المناورة الذكية قوة الانتظار قوة الصبر الحسابات التحالفية هذا النظام بيعطيك بعض الكفاءات وبعض المهارات المعينة بالرغم من أنه هو مقيت مثل ما أنا صورته إنما لا مفر لكل أقطاب هذا النظام أنه يرجعوا يقعدوا مع بعضهم ويتوفقوا مع بعضهم إذا بدك دعوة لفخامة رئيس الجمهورية للحوار واللي كمان كان في اعتراض أو في كان أسئلة مطروحة حول البنود المطروحة يعني وتحديدا ما يتعلق بموضوع الإدارية المالية الموسعة استيزرونية وما قدرنا يعني شفنا في رفض من أطراف أساسيين في الداخل وشفنا أنه ما التأمت هذه الطاولة وبالتالي اليوم في ظل غياب التوازن القائم في الداخل اللبناني خليني خليني نرجع نعمل شوية هيك إسقطات على مسألة طاولة الحوار كم مرة دعوا رؤساء الجمهورية في لبنان إلى طاولات حوار داخل لبنان وخارج لبنان كم مرة عشرات المرات يعني أنا بتذكر على أيام الرئيس جميل قعدوا بلوزان واقعدوا بجونيف صحيح ما في محل واقعدوا ببريز وبعدين صعلوا اللقاءات جانبية بدول أوروبية ودخلوا العالم كله على الخاط سأقول شيئا ربما هيك بمس ب مش بكرمتنا بمس ب قدرتنا على ابتداع تسويات داخلية لأن صرنا كمان نحن جزء لصيق بهذا النظام وصرنا نشبهه صرنا عايشين نحن كطبقة سياسية ولا كشعوب حتى كمان كشعوب كمان كشعوب لأن صرنا عم المارسة وعم المارسة أنا بعتقد أنه لما دعي فخامة الرئيس على طاولة للحوار أول ما نلبه هو السناء الوطني صحيح نحن جاهزين وجاهزون أنا بتذكر أنه موقف حزب الله كان متقدم أنا ما كنت منتظر يكون متقدم على الأدم وخير شو بتكون نحكي باستراتيجية دفاعية نحن جاهزين ورح نكون يعني وعندنا مرونة أكتر مما أنتم بتتصوروا والأمور مانا صعبة مانا مقفلة وأنها مقفلة يعني كان موقف مرن بشكل مفاجئ فاجأك هذا الموقف أنا داك أنا حقيقة انفجأني لناحية لي لأنهم فيه بند استراتيجية دفاعية فاجأة أنا من ناحية التوقيت لما حللت على البارد هذا الموقف اكتشف ليش الحزب عم يعطي هذا الموقف لأنه عنده سئة طبعا أنه هيدا السلطة السياسية المتمثلة بفخامة الرئيس وبفريقه السياسي مانا رايحة على استراتيجية دفاعية ضمن هدف نزع سلاح المقاومة إنما رايحة حقيقة تدرس كيف ممكن نحمي لبنان ويمكن يكون السلاح جزء من هذه الحماية بصيغة ما يعني هذا هذا إذا بدك اللي خلاني أفهم موقف حزب الله بهذه الفترة ترجع على الكلام تفضلت فيه ليش في أطراف داخلية قاطعت مع أنه في موضوع بتعلق باللا مركزية مثل تفضلت وأنت لمركزية إدارية الموسعة لمركزية مالية كممكن نخلق تسوية نحن داخلية نتوافق عليها من خلال هذا الحوار ليه صار هذا الرقل لأنه كل واحد معلق شراشيبه وشريينه بالخارج هذه مشكلة يعني هو الخارج اليوم يمنعنا الخارج اليوم يمنعنا من هذا الجلوس على طاولة واحدة اليوم سوصا لما يكون عندي أجندة عم بتنفزية لمشاريع خارج البلد بدون ما تحرجين أنه نقعد نسمي لا أحزال ولا شخصيات للأسف يعني اليوم كل طرف يتهم الطرف الآخر بأنه عنده ارتباطاته الخارجية وأجندته الخارجية وهو يريد تنفيذ هذه الأجندة على حساب الآخرين والبعض بيطلع لك اليوم بشعارات كبيرة يعني استقلال وسيادة وحرية واستعادة لبنان من براة النفوذ والاحتلال طيب هذا كله في طرف عم بقول أنتو دعوتونا على الحوار وأنا جاي لو عنده ارتباط خارجي بيقول له تعه ولا تجي كان بيروح وما بيرجع طب أنه كمان مش عنزل أو طارد أنه هذا حوار داخل عمد عليه رئيس الجمهورية يعني شي طبيعي البعض اعتبر أنه توقيت الدعوة كانت متأخرة أنه أنت آخر شي بأشهر أو ما تبقى من أشهر لهذا العهد وأنه أنت اليوم عم تطرح مواضيع ونقاط كمان توقيتها غير مناسب لناحي أنه أنت عندك أزمة معيشية اجتماعية اقتصادية مالية هاي اللي بدأ تكون بالصدارة وليس اليوم طرح المركزية الإدارية الموسعة أو المالية أو حتى موضوع استراتيجية الدفاعية أنا بقول أنه يعني شو قدرة تعمل الحكومة اليوم السلطة كلها شو قدرة تعمل لتحسين الوضع الاقتصادي ما قدرة تعمل بس فينا نطرة مثل هذا السؤال مشروع اليوم فيها دولة يعني اليوم فيه كون فيه سؤال أنه ماذا تستطيع أن تفعل اليوم السلطة السياسية بالبلد ولا نحن وين عايشين كيف نحن نحن ما بدك البرهان الساطع طلع بالموازن يا سوسا طلع بالموازن كيف طلعت يعني أنا بكرة ناطر هلأ داعي الرئيس بره 21 و 22 لجلسة عامة لمناقشة الأولين والآخرين على فكرة بهذه الجلسات عندك أنون في أنونان كتير مهمين المنافسة أنون المنافسة وأنون تاني هلأ بتذكره أما بس أنون المنافسة معطوفة على بيان حركة أمل إذا بتذكر مبارح أقولت مبارح الغاء الوكالات الحصرية والكرتلات طبعا هيدا بين عمل هيدا إنجاز فيها تعملوا السلطة اللبنانية لتحرر الناس أنه اليوم أنا بدل ما جيب علبة البندول إدفع حقه 110 ألف بقدر جيبها من غير مصدر إدفع حقه 20 ألف بعد في مدافعين عننا طبعا بعد في مدافعين لألك لا وهنا طرحين حقه ممثلي الشعب هؤلاء ممثلوهم وهو جزء من وممثلي الشعب شركاء مع الكرتلات وجزء من القيادات السياسية بيستفيدوا من الكرتلات وهذا الكرتل وبيطرحوا كمان يعني شعارات كبيرة يعني فيما يتعلق موضوع الإصلاح بدك رأيي رأيي بداية هدم نموذج الكرتل بإلغاء الوكالات الحصرية أول إصلاح ممكن ينعمل بهالجمهورية وإذا الرئيس عون إذا الرئيس عون بده إنجاز لهذا العهد بده إنجاز هيدا أهم الإنجازات وأهم من الموازنة إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة لأنه أنت تكون عم تكسر بمطرح من المطارح كمان اليوم وانا ما عم بحكي عم بحكي على كرتل الدواء طبعا بس عم بحكي على كرتل النفط وعم بحكي على كرتل الغذاء في شي ما في كرتل كل شي كرتل طحين له كرتل كل شي خلي يقدم الرئيس عون وفريقه السياسة بالتعاون مع الفريق اللي عم يشتغل على هذا الموضوع وبالتحديد حركة أمل حزب الله والقوى المناصرة لإلهم هيدا موضوع بهم الناس هيدا موضوع بيأثر على حياتهم اليومية أهم من الدولار الجمره وأهم من الدولار الضريبة وعشناه طيلة الفترة الماضية أخيان قول منذ بدء الأزمة اشتداد هذه الأزمة خلال الصيف وشفنا ما وصلنا إليه خصوصا بعد يعني رفع الدعم اللي حصل ونحن نعيش تدعيات إذا بدك هذا الاحتكار تماما ومزاجية للأسف يعني هؤلاء التجار اللي عم بتجرؤوا الاحتكار بيمنعوا عنك علبة ما بعرف شو اللبنة منعوا عنها الأدبي منعوا عنها منعوا عنها البنزين واشتريها أذا فيك تشتريها اشتريها لا قدرتها اليوم للمواطن على الاستمرار طيب بهيدا الوقت كله برأيك يعني هذا الضغط آخر شي في مثلا لبناني دارج يقول أنه كترة الضغط بولد الانفجار ودايما كنا بخلال كل التحليلات السياسية كنا عم نقراها أنه مين بدو يسبوء مين آخر شي يعني منروح على إجراء انتخابات نيابية ولا منكون أمام انفجار اجتماعي في ظل هذا الضغط اللي عم يتعرضله المواطن اللبناني خليني أقول جلسة الأمس والموازنة لمبارح كل سطع الحكومة وسترسلها إلى مجلس النواب يعني طبع متعدد المسارات السؤال مهم جدا اليوم ما في شك أنه مجلس الوزراء أنجز موازنة معطوفة وموصولة ومربوطة بخطة التعافي المالي والاقتصادي اللي بتشكل إذا بدك البنية الأساسية لمقاربة صندوق النقد المربوطة بخطة التعافي عن بعض رئيس الجمهورية بقلب مجلس الوزراء بيريح أنه هاي مربوطة بهاي دي ونحن عم مروع صندوقنا إنما النبأ المؤسفي اللي بدي بلغيكيه هو إنه مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي يبدو أنها تتعثر وهي تتعثر على وقع أمور جيو سياسية أكبر من الموازنة سون فيه يعني فيه معلومات مؤكدة بهذا الإطار استذروني لا ما فيه معلومات مؤكدة لأنه بتعرف فيه تضارب يعني بيمن يقول بأنه فيه تعثر كبير بهذا التفاوض الحاصل وأنه الأجواء سلبية بيمن يؤكد أنه لا الأمور ماشية وسيرة بالطريقة التي يجب أن تسير بها هل أذا بدك منحكي بهذا الملف هيك بالتحديد إنما ربط المعلومات وقراءة الوكالات الدولية ومراكز الأبحاث الدولية حول هذا الموضو تعطينا الانطباع لبل تعطينا قارينة هي أقرب إلى البرهان أيضا منها إلى قارينة أنه المجتمع الدولي وبالتحديد الأمريكيين رابطين التنازلات التي مطلوب من لبنان أن يقدمها بترسيم الحدود البحرية بنجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكلام آموس أوكشتاين بالتلميح والتصريح أنه ماعد معكم وقت كثير هذه الوحدة منهم اثنين وضعكم الاقتصادي والمالي تعبان وصعب أنتوا قدام فرصة حقيقية هيدا إذا بدك سياسة العصى والجزرة عم بيقدمها عم بيقدمها للسلطة اللبنانية هلا يشي عشواء إيجابية بس بالمضمون بدك تشوفي شوفي بالمضمون هلا بنحكي عنه بتقصير بس تارجع شوي على الموضوع إذا بدك الرابط مع صندوق النقد الرابط مع صندوق النقد صندوق النقد شو بده صندوق النقد بده أول شي يتأكد من هالمو إنه هالموازنة فيها إرادات للدولة لما بيتأكد إنه فيها إرادات للدولة شو بيتأكد زيت الوقت ما هو تاجر بيتأكد إنه صار عندها قدرة الدولة اللبنانية إذا ديناها ترجع لنا المصريات على أمد متوسط وطويل وبيصير عندي أنا أتشجع كمؤسسة دولية إنه إطرح الصوت مع الشركات العالمية تجي على البور تجي على المطار تجي على الكهرباء تجي على البدكي طبعا الهيئة النازمة أكيد مطلوبة الخبار الإصلاحية مطلوبة كأنا كعب تقول بتصير تفاصيل هيدا الأمور بس إنه بيعملوا حسابات ديكانجية بالمعنى سوري يعني بس إنه بيعملوا حسابات مصاري بيعملوها بس على سكيل بيعملوا بزنس بلان مظبوط وإلى آخر يبشوفوا إنه هيدا الدولة قادرة تدفع فوتوا عليها مضطرين الدولة اللبنانية اليوم يقدموا نموذج متوازن لهذه الموازنة طبعا لا يأخذ بعين الاعتبار حاجات الناس الحقيقية يعني على حساب الناس على حساب الناس علما اليوم بالخلاصة محمد وهبي كاتبها بالأخبار إنه بيوصل لمطرح أنه صار صندوق النقد الدولي وشروطه أكثر رأفة باللبنانيين من اليوم إذا بدك السياسيين اللي يبحثوا بهذا الموضوع للأسف يعني خلينا نطلع بفاصل ومن ثمن وتابع هذه الحلقة ابقوا معنا نتابع السياسة اليوم وضيفي الإعلامي والكاتب السياسي الأستاذ روني ألفا أستاذ روني يعني واضح أنه قلنا أنه مبارح صار في اهتزاز كبير خلينا نقول بهذه الجلسة الحامية لمجلس الوزراء واللي البعض اعتبر بأنه يمكن أشعلت مكانة كامنا تحت الرماد ولكن بحسب مصادر ثنائي اليوم أنه في ثلاث لقات لا مقاطعة لا توقيع لمرسوم التعينات ولا تكرار لما حصل وبالتالي وفي تشرح يمكن أنه ونحن مش ضد التعينات العسكرية إذا كانت ملحة ولكن يجب أن تحصل بالتوافق وهذا لحضرتك بلشت الحلقة وعمت تحدث عنه علي يمكن القول بأنه يعني الأيام التي ستلي شو؟ ستكون هادئة نسبيا أو لا حنشوف نوع من المناوشات يعني اعتقادي حسب قراءاتي وبعض الاتصالات اللي عملتها أن الوضع المتأزم أخذ مداه وصل للذروة وصل للذروة وهلأ هالبانط هايدي عم تنزل شوي شوي لأنه عم يقتنعوا كل الأطراف أنه بالنهاية هذا الموضوع ما بيقدر يقطع بطريقة أحدية بودي يقطع بطريقة توافقية لقات التلاتة طبعا قلتون اليوم صباحا صحيح وعنده كان هذا الجو أهم أهم لا هي الأولى لا مقاطعة لأنه ما في مقاطعة وهذا بالدل كمان أداش في حسب المسؤولية عند الثناء الوطني وهذا بعتقد سيلاقى بمزيد من الانفتاح والترحيب من الطرف الآخر مسألة التعيينات برأيي أنا لن يكون لها مفعول حقيقي قبل توقيع وزير المالية ليا ماليا وإداريا ولوجستيا وإلى آخره بالرغم أنه أخذت طريقها إلى التنفيذ القانوني والدستوري وبالتالي أكيد ما حصل يجب أن لا يتكرر طالما أننا في نظام ديمقراطي توافق نحتاج إلى توافق الجميع من أجل إصدار أي قرار أوكي وما دع مشهد مجلس النواب المرتقد هلا مشهد مجلس النواب فيما يتعلق بمنقشة الموازنة أنا كنت قلتلك بداية الحلقة أنا يعني باستغرب أنه المجلس النواب يقر موازنة مثل هيدا يعني أو بدو يأتي فيها على يعني تعديلات كبيرة تطال أول شيء الدولار الضريبي والدولار الجمروكي لأنه الدولار الضريبي والجمروكي سيحدث هزة أو زلزال يمكن على مقياس رختر بيعطي تسعة أو عشرة يعني البعض اعتبروا بمثابة يعني عقوبة إعدام بالمواطنة ها عقوبة إعدام تخيلي أنك أنت تدفع يعني فاتورة الخلوة مليونين ليرة أو ثلاث مليونين ليرة لكن أستاذ روني من سنتين كنا نقول تخيل أنه ندفع صفيحة البنزين هالقاد وتخيل أنه كل اللي تخيلناه وقلنا أنه تخيل وصلنا له ما الذي يمنع اليوم من أنه قد نصل إلى مثل هذا ما فيه شوفي بالاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد السياسي ما هو مثل بالفيزيا وبالكيميا ما هذا الوعاء آخر شيء قداش بيك تعبين ما هو كومبراس قداش فيك تحطي له كومبراس وتحشي عرفت كيف آخر شيء بده ينفجر حتى بيظل نظام طائفي حتى بيظل نظام طائفي وبصيره ممكن الطوايف ضد بعضها بصير مطلبة واحد بس عم تخانئ بعضها بذات الوقت مطلبة واحد وعم تخانئ بعضها وهذا أسوأ ما يكون لأنه ما قدرين يعرفوا أنه هدفهم موحد كل واحد رايق على طيب ما قدروا حتى الساعة وما قدروا حتى الساعة يعني اليوم إذا الجوع ما وحد بس تعالي بعد ما وصل وقت الانفجار أنا برأيها بده عناصر يعني عناصر غير ناضجة حتى الساعة مش بس مش ناضجة أنا بقول أنه مسألة وقت إذا هذه الموازنة مرت ستحدث هزة اجتماعية كبيرة وخيرا نذكر بعضنا لأنه حتى الطبقة الوسطى اليوم يلي عم تحكي هي عن حال أننا ما عدنا موجودين كطبقة وسطة ما في طبقة وسطة بهذه الشغلة قضيت عليها مش قضيت عليها صارت بغير محل نهائيا بغير محل بعدين هذي إذا تثبتت وإذا بلشت تصير بموضع التنفيذ بدك تنتري تروفي إنعيكسات أو تدعيات إنعيكسات أمنية هذه الموازنة وإنه ما يمر البنود المتعلقة بالدولار الضريبة والدولار الجمركي بالتحديد يعني ومنهم متبلش إذا بدك الأمور بتروح بتاخد المدى الهادئ خلينا نقول طب أصلا في قدرة على أقرار مثل هذه الموازنة قبل أشهر فاصلة عن الانتخابات النيابية استيزروني يعني بالمنطق هلأ يمكن يكون المودارد انترنسيونال إنه يقروا هالموازنة ويسلقوها ويمشوا فيها رغم أن أنا بشك إنه القوى الوطنية الحريصة على البلد وعلى المواطنين إنه تقبل تمشي بهذه الموازنة إنه تقبل تمشي فيها باعتبارها هتكون هي مقدمة أساسية عند المجتمع الدولي للسير بالخطة الثانية أو بالخطوة الثانية اللي هي الإصلاحات ثم الانتخابات أنا بشك إنه تقطع مثل ما هي علي شو ستجري الانتخابات النيابية برأيك يعني فيه يوم جواب واضح حول هذا الموضوع ولا بعد بلشنا شوي يعني بظل إذا بدك الجو كمان اللي عم نشوفه إنه فيه إمكانية لتطير هذا الاستحقاق أنا حكيت عن يعني احتمال تأجيل الانتخابات إنه هو كمان آخذ مصدقية بالتحليل مثله مثل إجراء الانتخابات بمواعيدة اليوم أنا عم نحكي شو 50-50 أنا بشوف هلأ لا أنا بشوف 51-94 يعني احتمال تأجيل الانتخابات بالنسبة لألي أنا كمحلل وقارئ أنا بعتقد أنه احتمالات تأجيلة أعلى شوية اليوم من احتمالات إجراء أنا أقليك لها الحسابات كانت عند المجتمع الدولي إنه نتائج الانتخابات النيابية 2022 ستؤدي إلى قلب موازين قوى أساسية داخل هذا المجلس ما يوتيح للمجلس الجديد أن يأخذ لبنان إلى بدأ ثلاث أربع حلقات أنا وبيأكلها فأسر لك وان رايح لبنان بس هيك بالعنوان العريض ماشي التطبيع التطبيع توطين الفلسطينيين مقابل شوية مليارات من صندوق النقد الدولي القضاء على سلاح المقاومة إذا مش بالسلم بالقوة هودي هن إذا بدك المطالب يعني أخذ لبنان إلى ضفة أخرى ماشي ما أخذه إلى غير محل يعني إلى حرب أهلية بنقدم 50 سنة شو عرفني يبدو البوانتاجات اللي انعملت دوليا من كم شهر كانت شي والبوانتاجات اللي انعملت مؤخرا كانت شي تاني شو العنصر اللي دخل على المشهد برائك انسحاب رأيس دخل العنصر إنه البوانتاجات المعمولة من كم شهر كذبوا فيها الشركات على المجتمع الدولي وقدمو لهم طبعا طبعا وقدمو لهم ع طبق منفضاء ألولهم المجتمع المدني سيكتسح كل المقاعد في لبنان رح ياخد 30 35 نائب معطوف على هذا الانتصار تحالفاته الداخلية مع حزاب تقليدية يمينية متطرفة أخذوا المجلس يمينية متطرفة ولا قوة تغيير لهم هي طرحة حالة لا قوة تغيير أنا نشوف قوة يمينية متطرفة وبالتالي حزب الله وأمل وحلفائهم ما رح يجيبه 66 نائب هذا كلام مع الأم إلى 66 نائب مع بوانتاجات 66 يعني ما بيجيبه الأكترية طارت الأكترية يا شباب روحوا على الانتخابات إجه البوانتاج الحقيقي اكتشفوا أنه عم نحكي ب6-7 نواب لا أكثر ما عم نحكي ب20 و25 و15 وحنكون قدام جزر نيابية خاصة بعد عزوف الرئيس الحريري عن الحياة السياسية اللبنانية وبالتالي صرنا قدام حالة مختلفة تماما بنظر المجتمع الدولي عن الحالة كانوا بنين عليها انقلاب موازين القوى بشكل مطلق بقلب المجلس النيابي علما أنه ذاته يعني هذا الغرب خلينا نقول بممثلية اليوم عاية تهم التيار الوطني الحر وحزب الله بأنه هن سيذهبون إلى تطيير هذا الاستحقاق طبيعي أنه منشيل الشغل اللي فينا ونحطه بغيرنا يعني عم نبلش نحضر جولة نقول أنه هناك أطراف اليوم أساسية في الداخل لا تريد إجراءها الاستحقاق تكوني أنت عامل الشغلة السبعة ودمتها وبتقول السبعة ودمتها وبتقول السبعة ودمتها مش أنا هو سيبا مواصلوا عم يمشي الحال وفي ناس بيصدقوك النظام الطائفي كمان بيصدقوك طبعا بعزز هلأ لما المجتمع المدني شاف أنه هذا البوانتاج الحقيقي صار هو بينه وبين حاله عم بقول شو بأتي فيها لسه أنا خليني أنطر تسوي معينة جديدة تغير بموازين القوى وبعدين بعمل الانتخابات ما أنا إذا عملت انتخابات وما قدرت تغير شي ما تطلع آخر شي تتهم علي أن أنا طالب سلطة وما قدرت عمل شي لش نسمع نغمة بتقول أنه لش هو إجراء الانتخابات طالما أنه حزر الله القوي وسلاحه موجود خليهم سنة سنة ونص يحكمه بركة بجد شي بها السنة سنة ونص ونرجع ونفوت نحن على بياض على هذه السلطة بفعلا بيفكروا بهالطريقة وانا كنت مع أحدهم على وسائل الإعلام حكيها بلانتخابات وقالها بشكل واضح شكل واضح يعني على الدكتور وشيرشير يعني منهجة وأكاديمية قال طالما الوضعية التسويية الإقليمية والدولية مشتنا صالحة أنا جو بريكونيز أنه المجتمع المدني يستنكف عن الانتخابات معناتها أنه في جو يخربطت الانتخابات هلأ أشهر الحدث اللي بدوا يخربطها طبعا اللي بدوا يؤدي إلى طبعا هلأ هذه الغرفة السوداء ما بداش يمعشد دقائية بقلب غرفة السوداء بيركبوا تركيبه معينة لصا محالة بيروحوا على اغتيال على خلال أمنة أو بيخترعوا حيالة شغلة يعني يعني بيعقوا مفاوضات الترسيم رايح الأمور إلى لأنه البعض كمان مبارح ربط يمكن شوي إذا بدك هذا الضخ خلينا نقول للجو الإيجابي فيما يتعلق موضوع ترسيم الحدود أنه قد يؤثر بمطرح من المطارح أنه آخر شي إذا راحنا إلى هذا الاتفاق والتفاهم أنه ما بقى الهدف تبعه التغيير الأكترية بيصير هدف قوي يعني عند هذا المجتمع الغربي هلا قصة الترسيم قصة يعني معقدة ومشربكة شوي خليني إذا بتسمح هيك حطها شوي تحت المجهر من فضلك بترسيم الحدود البحرية عندنا عدة مواقف لعدة أطراف خليني بلش بطرف المقاومة المقاومة عبر لسان أمين عام حزب الله سمحت السيدنا صلى الله بيقول أنه أي شبهة للتطبيع نحن راح نكون بالمرصاد هايدي أول نقطة اثنين نحن لا علاقة لنا بالحدود مع ما يسمى إسرائيل نحن في شيء اسمه أنه فلسطين محتلة ما منعترف فيها وبالتالي غير معنيين بهذه المفاوضات إنما نحن نتطلع بعين الحرص لما تنجزه السلطة السياسية والحكومة اللبنانية في هذا المدمار أوكي يعني موقف واضح موقف واضح إنه أنا ما إلي علاقة بالترسيم لا بدي وافق ولا بدي أرفوض أنا عم بتطلع شوف الدولة شو عم تعمل وأنا هدفي أكبر من هذه الحدود أنا بالنسبة إلي حدودة بين لبنان وفلسطين المحتلة يجب أن تكون مفتوحة كلها سوى هذه الأقلة كلها سوى هذه مساحة قومية إذا بديك وحدة موقف الثاني من ترسيم الحدود يتعلق بالجيش اللبناني الجيش اللبناني يلي أنجز بحرفية ومهنية ودقة كل وجباته واعتمد على الـ خرائط على الـ واخد خرائط وعمل وجباته إلى آخر بارة وحدد النقطة 29 على أساس هذه هي النقطة يلي فيها حق لبنان ولا قال هاي نقطة للتفاوض بننزل تحت شوي نطلع فوق شوي حددها بالأرقام وعمل وجباته التقنية وقال له إياها العماد عون اليوم مبارح لهوكشتاين لما سأل وخيله أنا بقال له دعوة أنا عملت وجباتي كعسكري كجيش لبناني أنا ما بتعطيه سياسي أنا أسير كمان ما تتفق عليه الدول ما تقوله السلطة السياسية لأنه هون ليش عم بوضحها هناك نقطة التباس لأنه في تحميل للجيش صحيح إنه هالقصة إنه بعد فيه مؤسسة الجيش اللبناني اللي بعدها متماسكة ووقفة ليه هونك من يريد إدخالها ببزار الانتخابات الرئاسية برأيك يعني منشوف هذا الضغط وهذه الهجمة طبعا 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 مع أنه قائد المؤسسة العسكرية ولا مرة رشح حاله عن انتخابات لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة إنما طبعا بيشوفوا فيه خطر محتمل خطر محدق ولما يعني بيحاولوا أو بيصوبوا عليه كلما يكون عندهم فرصة سانحة لأنه بيعتبروا أنه كلما صوبوا عليه يمكن يصيبوه بشظية معينة تبعدوا عن رئاسة الجمهورية اللي هو بالأساس حسب ما أنا عم بقرة ولم يطرح نفسه بشع ولكننا تعودنا آخر شيء ضمن تسوي معينة ضمن تسوي معينة ما بيكون هذا السيناريو بعيد يعني عن الوقت يمكن يكون هذا السيناريو بعيد على كل حال غير بعيد لكن النقطة 29 اللي حددها الجيش اللبناني وفق الخرائط التي قدمها وعمل الدفور تعولوا إلى آخر اليوم لما رايحين نحنا اليوم حتى ما نضحك على الرأي لها نحنا رايحين على خط 23 بلوس شحطة آه خلاص هيك؟ ايه ليه؟ هذا اللي طرحه هوكشتاين على رئيس الجمهورية واللي قبل فيه رئيس الجمهورية وقال له برد عليك خبر لبنان الرسمة موقف وشو رح يكون منه الآن 23 بلوس شحطة الشحطة هي الشحطة هي جائزة طردية آه حفاظا على ماء الوجه جائزة طردية صغيرة نحنا معطيناك 29 وما رحنا على هوف رحنا على 23 23 بلوس شحطة شو يعني؟ يعني نعمل طريقة طبعا تقانى للكم ايه هاي تبادل الحقول شو؟ ايه لا ما في تبادل الحقول لأنه بعدنا نحنا هلأ بالترسيم يعني بعدنا في ترسيم خطوط ايه ما في ترسيم حقول اوكي؟ على الأقل هيدا رأيي بيتناقش إنما أنا الجو اللي أنا موجود فيه والمعلومات اللي عندي إياها إنه نحنا بمرحلة ترسيم خطوط هيدا اللي حتوتو اليوم الأخبار إنه تقول هي وضع جاني بان البحث في الحقول الموجودة في عمق البحر وتقاسم الأرباح والشركات هيدا برأيي ما عاد وارد تقاسم الأرباح تحت المايش وفيه غاز في بترول أكيد لأنها تطبيع صاف قاعدة عم تعمل شركة مشتركة بتاخد منها أنت جزء من أرباحك صار فيه تطبيع بطريقة غير مباشرة أما هلأ شو عم نعمل؟ عم نرسم طبعا 23 بلوس شحطة متل ما قلتلك بيطلع للبنان حق القانة وبتاخد بياخد الكيان العدو بياخد كريش هيدا طرح عوكشتاين شو رح يكون الجواب؟ ما عندي معلومات ما بعرف بس اللي بعرفه إنه كل الكلام اللي عم ينطرح اليوم إنه الدولة وقعت تحت الطاولة وساعة وقعت بقطر وساعة وقعت ما بعرف وين وإلى آخره هو كله من باب إذا بدك مش بس التكهنات وإنما هو من باب الضغوطات بسموها الانتيمي دايشن انتيمي دايشن انتيمي دايشن أوكي وبالتالي أنا برأيي في عنا أسبوعين أو ثلاثة تتوضح مواقف لبنان الرسمية حول هذا الموضوع علمنا إنه في كتير تكتم إذا بدك نقول إنه حول ما حملوا هوكشتاين خلال هذين اليومين وفي تكتم على العرض يعني بحسب التفاهمات بين الأطراف اللي قيل بأنه طرحوا في هذه اللقاءات هذا التكتم ما رده إلى يعني السعي لإنجاح هذه المفاوضات ولا يعبر عن شيء آخر أول شيء أنا مني متأكد أنه في عرض محدد وواضح ودقيق في جو أنه الثلاثة وعشرين بس لما بنحكي الثلاثة وعشرين ما حق القاناة يعني هيدا عرض في جو في جو بهذا الاتجاه بس أنا ما بعرف شو موقف الدولة اللبنانية لحد هلأ من هذا الطرح إنما في مصلحة للبنان اليوم بيه؟ بوجه العدو أن نقلع عن التهم المتبادلة صحيح عم نطلع على وسائل الإعلام ستساوزا ننشر غسيلة بنقول أنت معك خبر وعم تتكتم أنت عامل صفقة ومعم تكتفها أعلن مسؤوليتك أنك أنت تنزلت عن سيادة لبنان البحرية بيمسكوا هالمبادئ هادي وبيدوروا فيها بين بعضهم طب هيا شو بتفيد غير إضعاف موقف لبنان وبيتطلعوا فينا برد بالأسف دائما يعني إذا بدك هيك عالطريقة اللبنانية كيف يضعف بهذا الموضوع وإنت قلت إسرائيل يعني أنت معترف فيها وإنت قلت ما بعرف شو يا حي تركوا هذا الموضوع بين قيد الدولة اللبنانية الجيش اللبناني عملوا وجباته مثل ما قلتلك التقنية ما قلوا دعوة بالموضوع بقى نهائيا لبل يجب أن يشكر من كل السلطة السياسية كل السلطة السياسية قاطبة على اللي عملوا تقنيا اليوم في عنا عرض في عنا أفكار مثل ما قال هوكشتاين عنا مهلة زمنية نحن التزمنا فيها لنرد عليها على هذه الأفكار المبادئة ومنشوف لوقتها إلى أين ستصل الأمور علما أنه يعني بعد ما ورد بأنه كان في سؤال أنه دقة ما يجري تسريبه حول تقاصم الحقول والشركات وأنه الأجواء كانت مريحة جداً خصوصاً بعد اللقاء اللي حصل مع فخامة رئيس الجمهورية والعشاء اللي أقامه أيضاً مع الحصول على مساحة إضافية أنت لمحضرتك عم تقول محدودة جنوب الخط لحفظ ماء الوجه والإحاق بأنه لبنان حصل مساحة إضافية ما بعرف قديش الوزير بصعب يعني ينطق باسم الدولة اللبنانية هذا تصريح لرجل سياسي كان عنده موقع وزارة في وقت ما وبالتالي بس هون لم يتم ذكر أنه نقلاً عن نائب الياس بوصعب هذا الكلام لا هو قاله الياس بوصعب الياس بوصعب قال هذا الكلام وبالتالي ما بعرف هل عنده وكالة من رئيس الجمهورية هل هو مستشاره مستشاره هو مستشاره لهذه الأمور بإنما هل يجب أن يصدر موقف لبنان الرسمي من مستشار؟ بس هو هيدا جاو ما طلع موقف لبنان الرسمي ما فينا نقول أنه نستند على هذا الموقف على أنه موقف رسمي الياس بوصعب عم بقول أنه الخط 29 هو خط تفاولي عم بيحكي عم بيعبر عن جاو التفاوض الحاصل هذا الكلام قد يلزم رئيس الجمهورية بمكان ما وقد لا يلزمه بس أنا عم بقول شي أكبر من هيك شوية بس يمكن يعبر عن موقف رئيس الجمهورية مش ناكا عم بيقول أنا من يقود اليوم الموقف اللبناني من ترسل الحدود البحرية هو المفروض مين؟ مش الحكومة اللبنانية اليوم؟ هو مفروض الحكومة اللبنية ولا رئاسة الجمهورية هلأ بيعتقد هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور هو الذي يبرم المعاهدات الدولية حتى بصلاحياته هاي دي فيه عنا مشكلة لأنه سيبرم مع مين؟ يعني كمان بدنا شبهة التطبيع هون نكون بعيدة عنا ونشوف كيبا نعملها هاد الأمور ما أنت متل ما عم تعمل هذا التفاوض غير المباشر بوجود وسيط؟ ممكن نفس الشي بتصير له؟ أنا أفضل أنه هذا الأمر يكون بإدان رئيس الجمهورية لحتى يكفي فيه على آخر يستفيد من كل الخرايط والدراسات اللي عملت من قبل الجيش وبعتقد أنه هلأ دور المستشارين لازم يكون ثانوي ويكون دور لفخامة الرئيس بشكل أساسي بس وين الغلط إذا كان فيه موقف للمستشارين يعبر إذا بدك عن صحوة الأجواء اللي عم بتصير خلال هذا التفاوض هو الكلام أنه 29 هو خط تفاوض ونحن قبلين بـ 23 ألا يجب أن يصدر حتى يكون رسمة من جهة رسمية صحيح في لبنان ما صدر من جهة رسمية بس يتقاطع شوية مع الجو الإجابي اللي يبثوا المفاوض الأمريكي وأيضا السفارة الأمريكية والسفيرة الأمريكية يعني هون إذا بدك بإطار التحليل بس أقول هذا أنه بالنهاية موقف سياسي اتأخذ موقف سياسي أنا كنت أفضل أنه يترك هذا الموضوع طالما كان فيه سياسة تكتم يظل كان الوزير مصعب متكتم حول هذا الموضوع ويأخذ هذا الأمر عند رئيس الجمهورية حتى يقوده من أوله إلى آخره يعني هي هو المسؤول الأول في الجمهورية اللبنانية عن هذا الموضوع برأيك يعني نحن نقترب من تثبيت الخط حدود البحرية من نقطة 23 مثل ما حدثتك تفضلته إليك والتفاصيل الصغيرة لا مش عمقول بحسب المعطيات حسب المعطيات حسب المعطيات هيئته رايح الموضوع على 23 بلوس شحتة وما حيكون فيه يعني قبول لبناني بتقاسم الأرباح والحصاص مثل ما كمانا تسرب حلال يومين وضيين على حد علمي أنه ما فيه قبول بتقاسم الأرباح تحت البحر لأنه هيدا اللي أبلغه الرئيس بري ليهوكشتاين بشكل واضح صحيح ورفض أي نوع من أنواع التطبيع الاقتصادي مع العدو الإسرائيلي تماما هاي المعطيات اللي عندي إيها ايه وبعض المصادر اعتبرت أنه خلص يعني اللي صار مبارح هو تطور إيجابي خلينا نقول بهذا الاتجاه ولكن وهو بعبر بنفس الوقت عن يعني تنازل أمريكي عن خط هوف بهذا المعنى واعتراف بحدود لبنان وفق النقطة 23 يعني بالأساس يعني بالأساس أنا أنا رأي الشخصي الخرايط اللي أوضعوها الجيش الأمم المتحدة حسب اليوكي اتش او هي التي تعبر بدقة عن حدود البحرية للجمهورية اللبنانية خرايط البريطانية مثل ما حضرت يا كم خرايط البريطانية يعني نحكي نحن على الخط 29 بغض النظر إذا تلع في إجتهديات بتقول هذا خط تفاوضي أو خط نهائي أو مش خط تفاوضي وإلى آخرية. هلأ تنازلات من أي نوع. أنا ما بعتقد التنازلات. أنا بعتقد أنه الكلام اللي قاله هوكشتاين. فيه كثير من يعني إذا بدك من العصى والجزرة اللي كنا عم نحكي فيها. إنه ما معكم وقت كثير بقى. في أزار أخر شي بدأت تبلش إسلامي. يلا بلشوا. أنا أقول لك أكثر من هيك. إذا اعتبرت أنه بكرة عبكرة اتفقنا على كل هذا الموضوع وصارنا عمنا حدود بحرية معترف بها بالأمم المتحدة على 23 بلوس شحطة. متى من بلش نشوف فعالية باقتصادنا الوطني من الغاز. بدنا ست سبع سنين. أصحا تفكري بديك أقل. الآن التنقيب والاستخراج والفينتراج وبكرة بعقلوكي بالأسواء. وايضا. وإسرائيل قبلك وأنا قبلك ومدرشو وأي أمدوك. نرجع بنفوت بتفاصيل أخرى يعني الغاز يعني الغاز بعد فيه عشر سنين. بآخر شي بطاقة بديلة وحتى تنفط بصير فيه طاقة بديلة. إن شو منستفيد نحن 3-4 سنين. نحن أصلا تأخرنا. ونحن أصلا ملوك إضاعة الفرص. نحن أصلا تأخرنا. كتير تأخرنا على استخراج سرواتنا الطبيعية. يعني بهذا المعنى حتى ولو رحنا إلى هذا. لكن ليه هذا الاستعجال بس هو تأمينا لمصالح إسرائيل بالدرجة الأولى لأكثر والأقل. وتتنقب وتستخرج. وتعمل ترسي نوع من استقرار. طبيعيا تجيب الشركات تجي تشتغل عندها. يعني هون المصالح اللبنانية ما حدا أخذها بعين الاعتبار. يعني بالنهاية هذا. يعني وعليه ما بيكون له تدعيات. وفيما لو ذهبنا إلى مثل هذا التفاهم. إن عكاساته هيك شوي قد تريح الواقع الداخل اللبناني لناحية. إذا بدك ربط الأمور ببعضها مثل ما حضرتك قلت. يعني في ربط بموضوع صندوق النقد والشروط المطروحة على لبنان اليوم. أو مفروضة على لبنان. وكاننا دايما عم نسمع إنه مربوطة بموضوع ترسيم الحدود. وللبعد كمان رابط ترسيم الحدود بموضوع الطاقة. يعني إعطاء لبنان. مزبوط. مزبوط. وربطة هوكشتين بحديثه. صحيح. بشكل واضح. إنه في قصة عنا مع مصر ومع الأردن بالغاز. وبعد ما نحصل على الموافقة. وبعدنا نعمل بها شي تطبيع جزئي مع نظام الرئيس الأسد. وفي ضغط بالكونغرس اليوم. وعلقاني القصة الصحيح. في ضغط بالكونغرس بذات الوقت. إنما يعني ما بعرف إلى أي مدى إذا نحنا تساهلنا بموضوع ترسيم الحدود البحرية. ما بينفتح ملف تاني وملف تالت. كمان حتى يكفوا بسياسة الابتزاز. نقدر نتساهل. يعني في قدرة على هذا التساهل. حتى ولو يعني في قرار. أنا بعتبر القبول بـ 23 مع الشحطة. هو تنازل. هو تنازل. أوكي. وتنازل يعني غير مبرر. ولحد هلأ ما قدرنا نعرف ليش صار هذا التنازل. شو صار جوا. مين حكي مع مين وليش. أوكي. هل في مكاسب استراتيجية ما بنعرفها نحنا من خلال هذا التنازل. هل في مكاسب شخصية. ما بنعرفها. هل في مكاسب شخصية ما بنعرفها. حقيقة ما بنعرفها. يعني هذه أسئلة مطروحة على البحث. بدنا حدا يكاشف الرأي العام ويفهمنا شو صاير يعني إذا بدك بهالغرف المقفلة. برايك حيكون في أجوبة واضحة تجيب عن كل هذه الأسئلة. ليس في لبنان حيزا للأجوبة الواضحة. لبنان هو هو وطن يعج بالأجوبة المزيفة وبالأجوبة البديلة. حندلنا؟ أما الأجوبة الحقيقية. حندلنا يعني بهذا الواقع المزيف. هي نقول طالما أنه لا أجوبة واضحة. لا أفق واضح. علما أنه اليوم البعض يعني يعول كثيرا على موضوع أنه إجراء الانتخابات النيابية. بيرجع بعيد تكوين السلطة السياسية في الداخل اللبناني. بيرجع بحط مدمك أساسي للوصول إلى نوع من تسويات في الفترة المقبلة. بترجع. ما بعرف إذا بتاخدنا على مؤتمر تأسيسي. بتاخدنا على نظام جديد أو على الأقل تنفيذ بنود اتفاق. نحن أكيد بحاجة لطاولة تأسيسية تعيد صياغة النظام الهجين اللي حكم لبنان من طائف لليوم. أنا أكيد مع جمهورية الثالثة ما بتشبه الجمهورية الثانية. أنا أكيد مع طائف معدل وراثيا لحتى يكون شكله مختلف ومحتوى مختلف. يكون دي أنقاي. ما فيك تعمل دي أنقاي جديد آخر شيء. المنطقة هي هي. والتفاهمات المطلوبة هي هي. إيه بس بدنا نزرع الإرادة اللبنانية. هيدا هون. اللي ماتت. اللي بحاجة لإعادة أحياء من جزورة. هون يعني إذا بدك الورشة الحقيقية اللي تتطلب اليوم عمل فعلي. تماما. لا استعادة هذه الهوية اللبنانية خليلا. هون الهوية الوطنية. تماما. بعد الفاصل نسأل عن شكل تغيير المطلوب. ابقوا معنا مشاهدينا. نصل إلى المحوى الأخير في هذا الحوار مع أروني ألفا الإعلامي والكاتب السياسي. يعني هيك الخلاصات التي يمكن الخروج بها من خلال اللي حضرتك تفضلت فيه. فيما يتعلق أنه عندك يعني إذا بدك. اليوم فيه إمكانية لعدم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي النيابي. وحضرتك ربطوا بأنه البوانتاج اللي كانت يعني قدمت قبل أشهر مغايرة تماما أو تخالف الواقع القائم. وبالتالي مش من مصلحة اليوم. هذا الأصحاب. خلينا نقول من يريد تغيير الخريطة البرلمانية والأكترية النيابية. إجراء هذا الاستحقاق لأنه اصطدموا بواقع مغير تماما. وهناك موقف واضح يعني لحزب الله. حركة أمل. وباقي القوة بإجراء هذا الاستحقاق. وفي حص على إجراءه. فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة. على رغم أنه حضرتك بتقول أنه حتى التنازل عن النقطة ٢٩ هو تنازل عن حق لبنان. وبعد ما عندك يعني ما أنك فهمين لماذا تم هذا التنازل وطرح هذا الموضوع. هون يمكن بنرجع شوي للمرسوم. ليه؟ شو صار فيه؟ أنا رأيك نازم يكون في تعديل للمرسوم ٦٠٤٣٢. ليه بقبل؟ ما تعدل هذا المرسوم ونبعت وفق الأصول إلى العم المتحدة. من بعد ما الفريق المفاوض بمفاوضات غير مباشرة ببسط الجيش اللبناني عطى كل الإحداثيات عبر الـUKHO. ما بعرف ليش لبنان تخلف عن تعديل هذا المرسوم. لأنه لو أوضع رسالة أوضع لبنان الأمم المتحدة وفق الأصول يعني بدائرة الأملاك الدولية البحرية. هذا المرسوم كان الوضع مختلف تماما وما كان فيه إمكانية لكيان العدو أن يفود بمفاوضات على ٢٣. تبلي أثرنا كل هذه العاصفة الداخلية طالما أننا دوفورتي جاه هذا الموضوع ما عملناه؟ ما شنيك أنا أقول فيه مكاشفة يجب أنه السلطة السياسية المسؤولة عن تخلفها عن تعديل هذا المرسوم أنه تفسر وتوضح وتبرر للرأي العام ليش ما تم تعديل هذا المرسوم. أنا كتبت كثير عن هذا الموضوع وكتير عندي يعني شغف ونهم أني أعرف ليه ما تم تعديل هذا المرسوم رغم أنه واضح حسب الدراسات الإيروغليفية أنه نحن ٢٩ هو خط الحدود البحرية اللبنانية. هذا أمر بده توضيح ما ممكن يضال تحت الطاولة. في طي الغموض طي الغموض. سؤال ثاني إتباعات موضوع رسالة التي بعثت إلى الأمم المتحدة قبل أيام يبدو في رسالتين يبدو في رسالتين واحدة إلى الرئيس مجلس الأمن واحدة إلى الأمين عام أم المتحدة هذا شو يا دول على ماذا؟ واحدة بدت تروح على بدت تروح على شو اسمه ضمن بند الحالة في شرق الأوسط واحدة بدت تروح على شي تاني تحت إطار آخر تحت إطار آخر بس نهايتهم قالوا علاقة بالدائرة القانونية المسؤولة على الحدود البحرية الدولية بس حاولت تفهم شوي يعني مجريات إذا بدك ومرافق هذه الرسالة عدم التنسيق بين دوائل الدولة اللبنانية بعدها القموض عدم موجود سياسة موحدة حول مواجهة أمر مصيري وستراتيجي يتعلق بسيادة لبنان يعني هذه قصة حدود حدود بحرية دولية فيها ثروات طبيعية هائلة من غاز وبيترول وثروة سماكية نسينا نحكي عنها كمان طيب أنه كيف نتعطى معها بها الطريقة هذة؟ بعدها ليه بيكون كيف هي رسالة فيها غموض يعني منهم على علم فيها اليوم المعنيين في الداخل اللبناني في عنا مشكلة بمقاربة الدولة اللبنانية لمسألة حقوق الدولة في عنا ازدواجية كتير كبيرة في عنا التباسات وفي عنا وفي عنا نسميها في عنا أقطاب إذا بدك استقطابيين للسلطة كل واحد منهم فاتي على حسابه كل واحد منهم عنده مقاربة مختلفة عن الثاني والله يساعد سفراءنا ومندوبيننا برا يلي بكونوا هني عرضة كمان لهالتجاذبات اللي عم بتصير بين رؤساءهم الموجودين داخل لبنان دفعنا نحنا تمن كتير كبير بهاي الازدواجية وأنه ضيعنا حقوقنا الأساسية وما قدرنا لا عدلنا المرسوم المطلوب تعديله ولا قدرنا نخاطب الأمم المتحدة بالطريقة القانونية والمنهجية اللي بتحفظ حقوقنا رفعنا السقف للتسعة وعشرين ونزلنا بعدين اتنازلنا للتلاتة وعشرين كله كان مثل بمثابة تضيع وقت كان بس عم بول أنا لو رفعنا على التسعة وعشرين ورح دع حقنا وضلينا سبتين ورحنا فيه على الأمم المتحدة وعملنا وجباتنا بتاع ديل المرسوم كنا غير محلي طبعا انتظارنا كان انتظار ما بعضها مشبوه يعني براك دعنا وقت انا بقول إذا بدك أقل الإيمان كان انتظار غير غير ما في حكمة من هذا الانتظار انه واحد بيشوف حق لإله بيركد لا يفعز حقه واحد عنده مشكلة بالأرض مع جاره رغم انه ما منعتبر هذا الكيان جار لإلنا بيطلع بقول ولا أنا عندي متراني زيادة بروح بيجيب مساح بيمسح لحدود وبروح بيسجل هالحقوق بالأمطار الإضافية عند كتب العدل يعني كأنا عم تقول في نوع من تفريط بروح على الدوار العقارية بسجله وبيدفع لي رسومها هناك من يفرط بهذا الحق هلأ أكيد هناك من يفرط أنه أنا قدام قدام 1460 أو 1480 كيلوماتر اخسرتهم وبنسأل إذا كنا عم نفرط أكيد عم نفرط من يفرط لماذا تم التفريط ولماذا يتم السكوت عن المفرط هالك بدنا مكاشفة الرأي العام ليش ما تم تعديل المرسوم مظبوط وليش نزلنا هالقد قلولنا ليه بدنا نعرف ليه يعني صارت الأسئلة مطروحة على مدى أشهر وبعد لها لا يوجد أي إجابة بهذا الإطار وهذا يمكن يجعلنا نفهم أكثر طالما فيه تفريط بالحقوق هيدا بفهمنا أكثر كمانا تفريط بحقوق المواطن هو جزء من ثقافة سائدة للأسف يعني عندنا بعض اليوم في الداخل اللبناني وعليه يعني بحال رحنا إلى تطيير هذا الاستحقاق وفق عنوان محدد أو لسبب من الأسباب شو المنتظر هيدا بطول الأزمة بشكل أكبر وبفوتنا بماذا يعني في عدة سيناريوهات في حال ورد احتمال تأجيل الانتخابات وأصبح واقعا في عنا عدة مفترقات طرق المفترق الأول أن يجدد المجلس النيابي لنفسه الفترة اللازمة قبل الوصول إلى الانتخابات الجديدة وبالتالي يتم التجديد لرئيس الجمهورية فيبقى فترة إضافية أي يتم أيضا تمديد لرئيس الجمهورية فيبقى لفترة إضافية أيضا لحين إجراء هذه الانتخابات النيابية لأنه تنتخب رئيس جديد ويكون عندك يعني رئيس مجلس النيابي جديد هايدي بس بحال تمديد لمجلس النواب لا يستطيع إجراء استحقاق رئاسة في حال تمديد يعني هذا الفريق أو ضمن هذا التوازن ضمن هذه الأكثرية طيب بالأساس نحن متفقين مع بعضنا أنه من سيطير هذه الانتخابات مش هذا الفريق اللي عم بطير الانتخابات هو اللي عمل بوانتاجات وشايف حاله مؤثر وما قادر يوصل على ندوين يبي يغير فيها بس ما هو ما حيطع يعلم هيدا الموضوع بحطة بالفريق الآخر بس النتيجة شو؟ نتيجة أنه طارت الانتخابات أوكي يعني بيوصل للنتيجة يعني بمعنى آخر إذا بقي هذا المجلس أو بقي المجلس أو صار فيه مجلس جديد توازنات القوى اللي رح تجيب رئيس الجمهورية لن تكون مختلفة عما هي عليه اليوم مش نيك يصد تطيير الانتخابات يعني ما إلى طائل إلا إذا بدك النكد السياسي والرغبة بتدمير النظام كله سوى شو فيه بعد ما تدمر بلبنان هذا الاستحقاق فيه بعد الجيش اللبناني والمجلس النيابي اللي بعده هو البوطقة الوطنية اللي بتضم كل القوى إذا تم ضرب المجلس النيابي وتفجير الانتخابات يمكن نوصل على مؤتمر تأسيسي على وقع الفوضى العالمي إيه لأنه البعض بيقول أنه فيه سيناريو أو فيه خلينا نقول اتجاهين اتجاه يريد هذا الدمار الشامل والانهيار الكامل لإعادة للعودة على مثل ما حضرتك عم تقول يعني مؤتمر تأسيسي جديد يعيد بناء لبنان وفق موازين قوى جديدة وفيه رأي يقول أنه لا فيه اتجاه لا يعني ابقاء نوع من استقرار ولو نسبي من دون يعني السماح بهذا الانهيار الشامل واليوم البعض بقول أنه الوقت المتحدة الأمريكية تدفع بهذا الاتجاه أنا إذا بتقول لي شو بتتمنى وشو بتشوف بشوف أنه فيه احتمال يرد أكثر فأكثر كلما اقتربنا للاستحقاق الانتخابي إلى تأجيل هذا الاستحقاق أرى في المقابل قوى سياسية وطنية تصر على إجراء هذه الانتخابات في موعدها أرى مشهدا ملتبسا وقاتما في حال تم تأجيل الانتخابات إذا كانت التسوية الدولية بعد ما خلصت يمكن نقع بالفوضى لرئيسها ما هالتسوية تبين ملمحها إذا كانت التسوية صارت بهذا الوقت يمكن من لاحق حالنا منطلع من التأجيل نحو انتخابات بأسرع وقت يعني الكل مرتبة التسوية من المحدد التأجيل وبنعمل تعديلات بالنظام السياسي اللي نحنا موجودين فيه رايحين إلى تعديلات في النظام السياسي يعني أنا رأي ما في مفر من تعديلات على هذا النظام صرنا عارفين سوزا بسي قوة الدفع يعني بغض النظر عن المواقف المعلنة اليوم قوة الدفع عدم إمكانية عجز هذا النظام عن رعاية أبنائه طب أنه بدك نظام يتفجر كل ست شهر على وقع ضريبة ورسم عالم جوعاني بسي تركيبته جوهر هذا النظام بتعطيه هذا العجز عن رعاية أبنائه لن يتغير هذا الجوهر دائما كان يأخذ جروعات الدعم من الخارج لن يتغير لما توقف الخارج عن دعمه وصلنا إلى ما وصلنا إلى اليوم في حال رحنا إلى تسوية وقرر هذا الخارج دعمه بالتالي بيصير بيقدر يرعى أبنائه أكيد أكيد هيدا البلد بهيدا النظام الطائفي والمذهب المقرف والمقيت يلي ما في شيء له إترم من المواطنية ولا من العدالة الجندرية ولا من المساواة ولا بالعدالة ما قاله ما قاله علاقة بشي هذا النظام ما ممكن يعيش إلا على مصل التسويات الإقليمية للدولية بدك تعملي مسميها شام برد ما بدك تفجري كله سوا تفجيره غير ممكن لأنه بفجر أبنائه معه طبعا هذا نظام انتحاري طيب لكن شو الحل المنتظر آخر شيء لكن الحل استراتيجي أنا برجع أنا صرت قيلة أكتر من مرة على شاشتكم كريمة الرئيس برد عم يطرح الدولة المدنية مش مسلحة له عم يطرحها في كتير كمان أطراف تانية عم تطرح الدولة المدنية إذا بدنا نطلع بلبنان جديد بنكهة جديدة بصورة جديدة بشكل جديد بجوهر جديد وبحياة مستدامة جديدة بنروح على الدولة المدنية طبعا نحن بنطرح الدولة المدنية من جهة ونتمسك بال يعني إذا بدك الحصة الطائفية من جهة أخرى يعني كيف يمكن اليوم نوازن بين اتنين يعني بعد وطني وبعد هالأد ضيق بدنا نبني ونراكم شوي شوي ما فينا بنظام مثل هيدا معتل بهالشكل إذا بتنكزيه بكتفه بيوقع وبيموت طبعا على الأقر إلى أقرار قانون انتخاب يفتح كوة يعني هلأ هلأ تأخرنا على الأقرار أنه انتخاب يعني يمثل إذا بدك أحلام اللبنانية بس نحن هلأ عنا استحاقات صحيح في عنا مجلس شيوخ أوكي في عنا المركزية إدارية موسعة في عنا نظام داخل لمجلس وزراء يعني تطبيق بموضة اتفاق طائف خنا نطبقون أوكي وبعدين شوي شوي منشوف هذا النظام قديش بيتطور معنا وكيف فينا نستبدله لما بالممارسة نشوف أنه فيه ثغرات بس اليوم بظل الحماوة خلينا نقول الحاصلة وهذا الصخب الكبير يعني والرهانات المتبادة يعني البعض يراهن على تقدم كبير بالأقليم لمحور المقاومة والبعض يراهن على أنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ستستطيع اليوم يعني كمان تحقيق إنجازات فيه إمكانية للجلوس وهيك الوصول إلى تفاهمات بين الجميع هلأ الإيرانيين يعني صاروا بمراحل متقدمة مع اتفاق النووي الأمريكيين عم بيبدوا مرونة غير مسبوقة كعهد ديمقراطي رغم أنه عنده مشكلة بالكونغرس للراتيفيكيشن في حال تمت إيران قطعت أشواط برفع العقوبات عنها بوقف الحصار عنها بتحرير تجارتها وتحرير أصولها المالية بالمصارف الأوروبية والدولية إذا وقعت اتفاق النووي باعتقد قادمين على مرحلة فيها تسوية وفيها إمكانية أن لبنان يأخذ عشرة أو خمسة عشر سنة من الاستقرار لإندي أنا أبدأ أشكرك على هذه المشاركة معنا أهلا وصالة فيك روني ألفا الإعلامي والكاتب السياسي شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة